بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هناك خمس عادات مدمرة للدماغ ربما معظمنا لا ينتبه لها ربما كثير منا يفعلها ولا يدرك مدى خطورتها إليكم هذه العادات باختصار وكيف نعالجها بسهولة بل نستبدلها بأشياء منعشة للدماغ تنشط خلايا الدماغ أول شيء أيها الأحبة وأكثر ما يدمر خلايا دماغك هو مشاهدة الأفلام الإباحية هذه العادة السيئة جدا للأسف التي انتشرت كثيرا وبخاصة بين الشباب والكبار وأحيانا بين النساء للأسف الشديد هذه العادة هي أكبر مدمر لهذا الدماغ هذا الدماغ نعمة من الله ينبغي أن تحافظ عليها أخي الحبيب لأن حقيقة خلايا الدماغ مهمة جدا في اتخاذ القرار مهمة في منحك السعادة يعني نظام عمل الدماغ إذا كان دماغك يعمل بشكل جيد ستشعر بسعادة أكبر ستعيش عمر أطول والأعمار طبعا مقدرة وسوف يكون لديك قدر على حل مشاكلك بطريقة أسرع وأفضل سوف تتخذ قرارات جيدة وصائبة في حياتك مثل قرار الزواج، قرار العمل، الدراسة، قرار السفر كثير من القرارات قد تكون مدمرة والسبب أخطاء القرارات هذه هو أن البعض يحرص على مشاهدة هذه المناظر لذلك أخي الحبيب استبدل هذه العادة بشيء آخر بالنظر إلى القرآن العظيم أولا ستتجنب عذاب الله يوم القيامة لأن هذه العين التي تنظر إلى ما حرم الله هذا النظر يغضب الله ويريدك في المهالك ويجعل حياتك تعيسى وطالما أجرى العلماء الكثير والكثير مئات الدراسات حول هذا الموضوع كلها أثبتت أن الوضع الطبيعي للدماغ أن يمتنع الإنسان عن النظر للنساء الفاتنات والأفلام الإباحية وغير ذلك هذا هو الوضع الطبيعي الإفتراضي والدماغ حقيقة مبرمج لكي يعمل بكفاءة عالية ولكن أنت من تدمر هذا الدماغ بمشاهدة هذه الأفلام التي يقول عنها العلماء إن تأثيرها يشبه تأثير المخدرات على الدماغ والتجربة الشهيرة التي قاموا بها حول إنسان يشاهد فيلم إباحي وإنسان يشرب المخدرات وقاموا بتصوير دماغي هذين الشخصين وكانت المفاجأة أن الأثر المدمر هو ذاته بالنسبة لكل الشخصين يعني من يشاهد فيلم الإباحي كأنه يتناول الحشيش والمخدرات والكوكاين وغيرها من هذه المواد التي لا تدمر فقط الدماغ بل تدمر أعضاء الجسد أيضا وتسبب الإدمان لذلك منذ هذه اللحظة ونحن في رمضان امتنع الآن عن هذه العادة السيئة استبدلها بالاستماع لصوت القرآن لأن صوت القرآن أيها الأحبة لا شك أنه ينشط خلايا الدماغ لماذا؟ أولا لأن القرآن فيه تعاليم تسمو بك وتجعلك يعني تفكر بطريقة أفضل تعاليم تدعوك للصدق تعاليم تدعوك لحب الخير تعاليم القرآن كلها تدعوك للتسامح للعفو عن الآخرين تدعوك هذه التعاليم لأن تلتزم بما أمرك الله به من الصلاة الزكاة الصدقة تتصدق على الفقراء تحب الخير للناس وقولوا للناس حسنة لذلك العادة السيئة الأولى مشاهدة الأفلام الإباحية الحل بسيط جدا إنوي منذ هذه اللحظة قل يا رب أنا أعاهدك ألا أنظر إلى ما يغضبك منذ هذه اللحظة مباشرة ابدأ بالاستماع للقرآن الكريم وابدأ بنشر العلم النافع أيضا ابدأ بمشروع حفظ القرآن الذي ينشط الدماغ هذا عن تجربة شخصية ابدأ بمشروع أن تنشر علما نافعا بين الناس وهذا الأمر سهل جدا اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أن تنشر هذه المعلومات النافعة العادة الثانية أيها الأحبة يعاني منها الكثير وهو هي الإحساس بالوحدة أن تكون منعزلا عن محيطك بسبب مشاكل العصر ضغوط العصر كثير منها ينطوي على نفسه يشعر بالوحدة ويعيش هذه العزلة وهي مدمرة لخلايا الدماغ لأن خلايا الدماغ تريد التفاعل مع الآخرين لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالونا النبي قدم لنا نصائح ليضمن لنا سلامة دماغنا وقلبنا وجسدنا وأن نعيش عمر أفضل حياة فيها صحة أفضل المؤمن الذي يصبر الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مع أنه مؤمن ولكن عندما تختلط بالناس أفضل على البر والتقوى لينقذك من مشاكل العزلة والوحدة أحيانا العزلة تكون ضرورية يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإلا لماذا خلقك الله فقط لتأكل وتشرب وتنام يجب أن تفكر تقول لماذا خلقني الله أنا لي دور في هذه الحياة يجب أن أقوم بهذا الدور لي مهمة يجب أن أنفذها مهمتي في هذه الدنيا أن أنفع غيري أن أنهاه عن الشر أن آمر بالمعروف أن أدعو إلى الله أن أعرف الناس بحقيقة الإسلام الرائعة أن أنقل آية للناس بلغوا عني ولو آية لذلك العادة المدمرة الثانية قلنا هي الوحدة أو العزلة يجب أن تستبدلها فورا بأعمال البر الصدقات مساعدة الآخرين والنبي عليه الصلاة والسلام أكد في كثير من أحاديثه الشريفة أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه العادة الثالثة للأسف للأسف الشديد الوجبات السريعة والسكريات والغذاء غير الصحي والعصائر هذه الكوكاكولا والمشروبات الغازية وكذا وكذا هذه تدمر الجسد وبخاصة الدماغ على فكرة الدماغ يصبح لديه إدمان عندما يتناول هذه المشروبات المحلّة صناعيا يعني التي فيها سكر صناعي وليس طبيعي طبعا السكر الطبيعي مفيد موجود بالعسل موجود في الفواكه موجود في كثير من خلق الله من الثمرات التي خلق الله ولكن هذه السكريات الصناعية حقيقة الإكثار منها يؤذي الدماغ ويسبب مشاكل في الدماغ تعطل القرارات السليمة يعني اتخاذ القرار يتعطل عند الإكثار من الوجبات السريعة بل هناك دراسة ألمانية تؤكد أن الإكثار من الوجبات السريعة والكاتشاب والمشروبات الغازية الكوكاكولا وغيرها هذه العادات الغذائية ماذا تفعل تثير لدى الإنسان تطور لديه سلوكا عدوانيا تجاه الآخرين لذلك يجب أن تستبدلها بالخضار الخضار الفاكهة العسل التمر كل شيء طبيعي مفيد للدماغ لتتجنب السكتات الدماغية وغير ذلك طيب العادة الرابعة وللأسف بسبب التكنولوجيا الحديثة وبسبب ثقافة الموبايل أصبح أحدنا يتجمد أمام الجهاز الموبايل أو اللابتوب لساعات طويلة وهذه عادة سيئة جدا تؤدف بالدماغ إلى مشاكل وإلى تدمير لجزء من خلايا الدماغ فقد يصاب الإنسان بالخرف نتيجة قلة الحركة وقلة النشاط لذلك ينبغي أن تستيقظ مبكرا أن تتمشى قليلا أن تعرض جسدك لأشعة الشمس الالتزام بالصلاوات الخمس أخي الحبيب مهم جدا يخلصك من الجلوس الطويل أمام شاشة الكمبيوتر أو الموبايل فأنت مضطر أن تلتزم بالصلاة بالوضوء بالطهارفة تجد أنك في حالة حركة دائمة خمس مرات كل يوم الذي يلتزم بالصلاة أيها الأحبة مهما كان حتى لو كان جالس طوال الوقت الالتزام بالصلاة خمس مرات وبخاصة كثرة الخطى إلى المساجد هذا الأمر مفيد جدا ينجيك من سكتة قلبية أو دماغية وهذا ما يؤكده العلماء العادة الأخيرة السيئة جدا أيها الأحبة للأسف بعض الناس يتبعها ولا يدرك أنه يدمر دماغهم التدخين التدخين هو مثل المخدرات ولكن بل هو أسوأ منها لأن الإنسان عندما يدخن لا يشعر بالآثار المدمرة للتدخين إلا بعد سنوات طويلة وهذا يعتبر خطير جدا كذلك هناك دراسة تؤكد أن السجارة الإلكترونية أيضا مدمرة للدماغ فيها مئات المواد الكيميائية بعضها سام وبعضها يؤثر على الدماغ مباشرة لذلك البديل الطبيعي أخي الحبيب لهذا التدخين هو أن تستبدله بعادة جيدة جدا وهي كثرة قراءة القرآن كثرة قراءة القرآن تمنعك من التدخين لماذا؟ لأن الإنسان عندما يحرص على حفظ القرآن سوف يضطر لإنفاق جزء كبير من الوقت على ماذا؟ على حفظ هذا الكتاب العظيم وبالتالي سينسى الدخان وسينسى هذه الأمور الكثيرة التدخين يؤدي لأمراض كثيرة تتعلق بالقلب ضغط الدم السكري مشاكل كثيرة قد تؤدي لأيضا لم نتحدث عن سرطان الرئى وسرطان الفم وغير ذلك لذلك هذه العادة السيئة جدا ينبغي أن تتوقف عنها الآن وبخاصة أننا في شهر كريم من المناسب أن تبدأ بإصلاح جسدك بإصلاح عاداتك وتتبع بكل بساطة ما أمرك به الله تتبع ما يرضي الله سبحانه وتعالى ما الذي يرضي الله؟ كل ما يحقق لك السعادة والصحة والعافية والحياة المطمئنة هذا يرضي الله ويمكن أن أختم هذا اللقاء أيها الأحبة بآية مهمة جدا أرجو أن لا تغفلوا عنها وأرجو أن تطبقوها منذ هذه اللحظة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أحرص أخي الحبيب على الإكثار من ذكر الله وأفضل الذكر هو القرآن ثم الأذكار التي علمنا إياها النبي الأدعية لذلك أحرص على قراءة القرآن وحفظ القرآن ففيه الحل وفيه السعادة وفيه النجاة وفيه الحياة المطمئنة لنا جميعا إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة